اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وبرنامجنا الأسبوعي كنوز مخفية سأبدأ بنامط الرب ابتداء من هذا اللقاء بسلسلة خدمات تحت هذا العنوان الكبير أسميه كعنوان طبعا الارتداد في المسيحية وسلسلة الخدمات عن هذا الموضوع ستكون عبارة عن دراسة كتابية مفصلة لأن قناعتي هي أن هذا الموضوع هام جدا بحد ذاته ولكن أيضا هام لنا جميعا كلنا وله جوانب تخص ضمان الحياة الأبدية وأيضا تخص نقاوة التعليم للذين خلصوا وفي سياق هذه السلسلة سأطرح للمناقشة والتعليم معا أسئلة متعددة الحقيقة هذه الأسئلة تتحدان جميعا على ضوء كلمة الله التي هي وحي مقدس التي هي أنفاس الله وعلى ضوء وجود تعليم كثير ومتداول في داخل دائرة الملكون يعني أعطي عينا من هذه الأسئلة التي سنتحاور فيما بيننا ونتأمل فيها واللي قلت عنها أنها تتحدان على سبيل المثال ما هو تعريف الارتداد ومفهومه هل من أصله يوجد ارتداد في المسيحية بمعنى كلام بأكثر دقة هل ممكن أن المؤمن يرتد للهلاك ويفقد الخلاص هل المنطق البسيط يقودنا إلى تبني إن كانية هلاك المؤمن أما العكس صحيح أن المنطق أيضا يدلنا أنه لا يمكن أن يهلك المؤمن ثم ما هي الشواهد الكتابية الواضحة التي تؤكد لنا أن المؤمن لا يمكن أن يهلك إلى الأبد أين هي تلك الشواهد الكتابية القاطعة وطبيعة الحال ماذا عن الشواهد الكتابية الأخرى التي توحي لنا لأول وهلة عكس ما أنا أقوله الآن بمعنى توحي لنا أنه وأؤكد لأول وهلة أنه ممكن للمؤمن أن يهلك ثم منهم المؤمنون نعم أؤكد هذا التعبير المؤمنون ولكنهم يرتدون للهلاك يعني أنا بستعمل لفظ مؤمنين وأضيف وأقول أن هذه المجموعة مع أنه صفتهم مؤمنين لكنهم يرتدون للهلاك الأبدي من هم؟ ثم سنتعامل مع السؤال ما هي مواصفات وبينات الارتداد في زماننا الحاضر وعلى ماذا يركز العدو الشيطان في أيامنا ضد أولاد الله المخلصين كيف يمكن لنا كمؤمنين مخلصين أولاد الله وطبعا السؤال يخص كل مؤمن حقيقي كيف نسلك وسط هذا العالم الصاقة المرتد ما هي التحديات ما هي أنواعها وما هي المعونات في الطريق لكي نواجهها ونسلك حسنا في رضا الرب ثم هل توجد مكافآت يعني تستحق كل هذا الجهد من جهة المؤمن الأمين المخلص المجتهد وهكذا أسئلة كثيرة ومتعددة تتحدانا وبعدها سأتناول بنعمة الرب أجزاء من كلمة الله وهي كثيرة فعلا تعتبر تحت هذا الوصف شائكة وصعبة التفسير وسنحاول أن نفسرها مفصلين كلمة الحق بالاستقامة فهي نبدأ أيضا في هذا المشوار من سلسلة الخدمات كما ذكرت في بداية الحلقة ما هو الارتداد ما هو تعريفه ما هو مفهومه يعني إحنا أحيانا نستعمل كلمات من خلال انتمائنا إلى دائرة الملكوت أو سماعنا لعضات كثيرة وتعليم كثير نستعمل تعبير قد نظن أننا نفهمها ثم نصدم عندما نسأل سؤال بسيط ومباشر ما هو مفهوم الارتداد على سبيل المثال لأن هذا هو موضوع تأمل ما هو تعريفه ما هو مفهومه هنا أريد أن أوضح الأمر كلمة ارتداد تحتوي أكثر من معنى وذلك حسب سياق الكلام يعني أعطي أمثلة الارتداد إلى الوراء عندما نقول هذا التعبير ماذا نقصد؟ الارتداد إلى الوراء معنى التقاقر والتراجع واضح طيب لو قلت ارتداد الموج موج البحر معنى بكل بساطة تراجع حركة البحر عند انكسارها على طول الشاطئ فتتراجع ترتد إلى الخل هذا معنى آخر ممكن أحيانا نسمع هذا التعبير ارتداد سكاني في موضوع الجغرافيا هي في الحقيقة عملية الهجرة من المدن إلى الريف قد تميز بها سكان كثير من المجتمعات الرأسمالية المتقدمة وهي اتجاه معاكس لنموذج الهجرة الذي شاع في القرون القديمة في كثير من الحالات ثم أقول الارتداد كتعبير إضافي نستخدم فيه كلمة الارتداد الارتداد عن الدين أو الارتداد عن الإيمان معنى التخلي عنه والرجوع عنه هذا لغويا لكن هيا نسأل ذات السؤال في الإنجيل ما معنى وما هو مفهوم الارتداد كما ورد هذا التعبير في الإنجيل الحقيقة وردت كلمة الارتداد وردت بأكثر من معنى وذلك بحسب سياق الكلام والقريمة المعنى الأول الذي يتبادر إلى الذهن هو ارتداد للهلاك أي رفض كل التعاليم المسيحية الأساسية التي تخص خلاص الإنسان يرفضها يرتد عنها أي إنسان فلذلك يهلك أبديا مثلا إنكار لهوت المسيح إنكار وحي الكتاب المقدس إنكار الكفارة إنكار قيمة وكفاية دم المسيح على الصليب إنكار الصليب من أصل هذه أمور أساسية الذي يرتد عنها يرتد للهلاك وللهلاك الأبدي وهذا معنى وارد طبعا بحسب الإنجيل المعنى الثاني اللي أيضا في الإنجيل ممكن نقوله ووردت هذه التعابير هو ترك الإنسان لأخيه ارتد عنه أو تراجع عن الشركة سنرى أن هذا المفهوم أيضا يارد في الإنجيل أو ترك الخدمة والمسؤولية وهذه كلها مع أنه تستخدم فيها كلمة الارتداد لكن كلها لا تفيد أن الإنسان بالضرورة قد هلك يعني خليني أعطي أمثلة من الإنجيل لكي نوضح هذا المعنى بولوس على سبيل المثال بيعلمنا في الرسالة الأولى التي المثاوس ومن بداية الإصحاح الرابع أن الروح يقول صريحا اسم هذا التعبير أنه في الأزمنة الأخيرة يرتد هو ذا جذر الفعل الارتداد يرتد قوم عن الإيمان تابعين أرواح مضلة وتعاليم شيطين هذا التعبير عندما نقرأه في هذا الشاهد الكتابي نتعلم أن هذا حالة ارتداد للهلاك حالة ارتداد للهلاك لأن الذي ارتد عن الإيمان تبع أرواح مضلة وتعاليم شيطين شاهد كتابي آخر لكي نوضح المضمون مضمون معنى كلمة الارتداد في ضوء الإنجيل من جهة مجيء الرب بونس يكتب لنا هذا التعليم في تسالونيكي الثانية والإصحاح الثاني بقول لا يخدعكم أحد على طريقة ما لأنه لا يأتي إن لم يأتي الارتداد لا يأتي بمعنى لا يأتي الرب لأنه يتكلم عن موضوع مجيء الرب الثاني فبيقول هذا لا يأتي إن لم يأتي الارتداد أولا ويستعلن إنسان الخطية ابن الهلاك هذا طبعا ارتداد للهلاك التعبير إن لم يأتي الارتداد أولا فيعلمنا عن ارتداد للهلاك إنه ارتداد كامل فيه سيظهر إنسان الخطية وهذا التعبير إنسان الخطية عبارة عن شخصية شريرة جدا مكتوب عنه بذات الرسالة التسالونيك الثاني والإصحاح الثنين هو المقاوم والمرتفع على كل ما يدعى إلها أو معبودا حتى أنه يجلس في هيكل الله كإله مظهرا نفسه أنه إله طيب هذا جهة واحدة لمفهوم الارتداد للهلاك الأبدي كما ورد هذا التعبير في الإنجيل لكن من جهة ثانية ممكن نقرأ شاهد كتاب آخر على سبيل المثال اللي كتبوا بولوس لتيموثاوس في الرسالة الثانية بيعلمنا هذا الكلام في الرسالة الثانية والإصحاح الأول بقول إنه بقول له لتيموثاوس أنت تعلم هذا أن جميع الذين في آسية ارتدوا عني ننتبه للتعبير ارتدوا عني الذين منهم في جلس وهروميغانوس هنا المقصود أن هذين الشخصين اللي ذكرهم بالإسم تركا بولوس كشخص لأنه قال ارتدوا عني كان بولوس في حاجة لهم بسبب ضيقي وألامي ولكنهم تركوه بهذا المعنى ارتدوا عنه وأنا برأيي أقول لا يوجد أي ذكر ولا حتى أي استنتاج أن هؤلاء المسيحيين اللي ذكر عنهم بولوس كمثال فيما كتب في جلس وهروميغانوس أن هؤلاء المسيحيين قد تركوا الرب أو تركوا الكنيسة إلا أن تركهم لبولوس في ساعة المحنة هذه كان ممكن نسميه نوعا أو ضربا من الجبن ومن عدم الأمانة خلينا أوضحها الآية بالذات أنه بتعلمنا أن استعمال الوحي المقدس لكلمة الارتداد لا تعني ارتداد للهلاك لكن تراجع عن شخص تراجع عن طريق عن مسلك عن شركة عن خدمة تراجع بهذا المعنى لأناس هني في داخل الملكوت فبيقول مثلا على سبيل المثال إحنا منقول أنه للأسماء مدلول ومعنى يفيدنا لكي نفهم الرسالة المتضمنة في النص الذي نقرأه ففي جلس هذا شيء تعليمي أقول معنى هذا الاسم هارب هرموغانوس معناها مولود ومش بالصدف ذكر الاسمين هذول عنو عن أسماء كثيرة كان ممكن يذكرها لأنه في جلس هارب هرموغانوس مولود يعني فورا نتعلم عن مؤمن مولود من الله رمز لكنه ترك مسؤوليته وهرب منها وواضح أن الإرتداد هنا يعني ترك المسؤولية ترك الشخص الذي هو بولوس ترك الخدمة على سبيل المثال ممكن أضيف أيضا أنه توجد إشارة إلا أن ما أقوله الآن هو هذا التفسير الصحيح وهذه الإشارة تكمن في تكملة كلام بولوس بعد أن ذكر في جلس وهرموغانوس لأنه أضاف عن شخص مختلف نرى هذا في الإصحاح الأول من المثال الثاني على طول بعد العدد 15 الذي ذكرت عنه الإرتداد فأقول لكن في عدد 16 يقول ليعطي الرب الرحمة لبيت أنسفيروس لأنه مرارا كثيرا أراحني ولم يخجل بسلسلتي معنى اسم أنسفيروس نافع أو منعش وهذا الشخص بالمفارقة مع الشخصين اللي سبق وذكرهم أنعش روح بولوس لم يتركه اهتم به فمن هنا ممكن نقول أحباءنا كمحطة أولى للتأمل تحت هذا الموضوع أنه كلمة ارتداد تستعمل في اللغة العربية بشكل عام لكي تشير إلى ارتداد إلى الوراء أي تقهكر وتراجع إلى ارتداد موج البحر عندما تضرب المياه بالشاطئ ثم ترتد إلى ممكن نسميه ارتداد سكاني بالمعنى الذي ذكرته هذا من نحو اللغة العربية العامة لكن في الإنجيل احنا فهمنا أنه على الأليل أمامنا مفهومان مختلفين المعنى الواحد هو ارتداد للهلاك الأبدي وأتيت ببعض الشواهد الكتابية والمعنى الثاني ارتداد بمعنى ترك الشخص أو ترك مسئولية أو ترك خدمة ارتداد فطبعا هذا لا يفيد بالضرورة الهلاك الأبدا طيب كيف نعرف المعنى المقصود هل تستخدم كلمة ارتداد في النص لكي تفيد هلاكا أبديا أم لكي تفيد ارتداد بمعنى تراجع عن شركة أو ترك شخص لشخص آخر أو ترك المسئولية الملقاة على عاتق فلان وهكذا دون أن تعني الهلاك الأبدي كيف نعرف هذا الإجابة الآن بعنوان طبعا عريض جدا وسندخل في تفسيرات أكثر في سياق الخدمة في هذه الفرصة أو في أسبوع قادمة إن شاء الله أنه توجد قواعد معروفة وهامة ومتفق عليها للتفسير وسندخل إليها واحدة في واحدة لكي نتعلم وفي يعني مقدمتها ما ممكن نسميه القرينة طيب الآن نسأل هذا السؤال هل يوجد من أصله هل يوجد ارتداد في المسيحي أنا حابب هنا في بداية الكلام أشير أنني لا أتكلم عن مفهوم ترك المؤمن المخلص لمسؤوليته أو لواقع الحياة الروحية أو لمستوى راقف الحياة الروحية وهكذا أو لخدمة كما ذكرتها قبل قليل لكني لأن هذا النوع معلش يعني بن أسين موجود بكثرة في داخل ملكوت المسيح مخلصين حلوين ولكن كسالة يتراجعون يرتدون عن المسؤولية وعن الخدمة وعن الشركة وهكذا مش عن هذه المجموعة أتكلم لكني سأتكلم عن مفهوم محدد جدا إذ أقول هل يوجد ارتداد في المسيحية للهلاك الأبد هنا أشير بكلام واضح أعزائنا المسيحي المولود بالجسد لوالدين مسيحيين ممكن جدا أن يرتد للهلاك المؤمن شبس اللي له اسم مسيحي لأنه يوجد في داخل هذا الانتماء أو دائرة الاعتراف لإسم المسيحي كثيرين لهم من أصل زوان زرع في داخل المسيحية يحمل الاسم ولكن لا علاقة له لا من باب ولا من طاقة بالمسيحية هذا إنسان مرتد أصلا إلى الهلاك الأبد لكن الآن أضيف مرحلة أخرى أن المؤمن اللي عنده قبول لتعاليم مسيحية ولعقائد مسيحية وربما ممارسات لتقوس مسيحية ممكن جدا أنه هو أيضا يرتد للهلاك تمام ولكن هنا أضيف وهذا هو رأيي بكل أمان أن المؤمن المولود ثانية من فور مولود من الروح القدس والذي سكن فيه الروح القدس كعربون وختم للخلاص الأبدي هذا لا يمكن إطلاقا مهما فعل أن يرتد للهلاك الأبدي سيبقى مخلصا وسيبقى من أولاد الله بعد أن نال هبة الحياة الأبدية وسكن فيه الروح القدس أنا أعلم أنا أستدرك الكلام كأنه بسرعة أنا أعلم أن هذا الموضوع يثير جدلا ونقاشا ولكن كما اعتدت أن أقول أعطي رأيي أنا كمن رحمه الرب أن يكون أمينا ما تقبلش كلامي على أنه كلام يعني حق مطلق حاشا أنا بعيد عن هذا الإدعاء يحميني الرب ويحمي كل من يسمعني أن يدعي مثل هذا الإدعاء الحق المطلق هو الله ذاته وكلمة الله ذاته لكن أنا أبدي رأيا وأدعو كل من يسمعني أن لا يستعفي من المتكلم بلغة رسالة العبرانيين بل يعني يعني يفكر يفعل الذهن يصلي يتعارك مع المكتوب ومع هذه الأفكار التي سنتأمل بها ويطلب معونة خاصة بالروح القدس لكي يفهم ما هو التعليم الصحيح الذي يتوافق مع مجيئة الله أبل أن أذكر شواهد كتابية لتثبيت هذه الفكرة حابة أقول بعض الأفكار على أساس المنطق البسيط التي تدعم ما أنا أقوله أو أعبر عنه كرأيي أن المؤمن المخلص المؤمن الحقيقي المولود ثانية من الروح القدس والذي سكن فيه الروح القدس كبينة للخلاص الأبدي مثل هذا لا يهلك إلى الأبد فأبل ما أذكر شواهد كتابية تدعم هذا الفكر أريد أن أشارككم ببعض الأفكار على أساس المنطق البسيط هل يرون نتعامل مع المنطق البسيط ونشوف فكرة أولى على أساس هذا المنطق أقوله الله نتفق أنه في جوهره ثابت لا يتغير ولا يناقض نفسه وإلا لم يكن الله يعني إذا كان الله متغير ويناقض نفسه في جوهره وحاش له لو كان كذلك لم يعد بعد الله علينا أن نفهم أحبانا ونقبل ما يعلمنا يا الكتاب المقدس أن كل بلا استثناء كل صفات الله هي مطلقة مطلقة ليس عند الله تغيير ولا ظل دوران الآن نضيف أيضا معلومة أخرى عن المؤمنين الحقيقيين يعلمنا الإنجيل أن الله شاء فوردنا في عقوب وحة 18 مكتوب أن الله شاء فوردنا بكلمة الحق لكي نكون بكورة من خلائقي من هنا إذا افترضنا أن المؤمن المخلص ممكن أن يرتد للهلاك معنى أن الله الآن غير موقفه وتعبن موقف جديد يريد فيه أن يهلك ذاك الإنسان الذي قبل شاء فورده بكلمة الحق لكي يكون بكورة من خلائقه لكن الله لا يغير كلامه لأنه إذا غير كلامه فأنه يناقض نفسه ويتوقف عن أن يكون من الله لذلك منطقيا من أعطاه الله هذا الوعد أنه له الحياة الأبدية لا يمكن أن هذا الإعلان يتغير فكرة ثانية برضو على أساس المنطق الرب وعد تلاميذه أنه سيرسل الروح القدس في يحنى 14 تجدون هذا الكلام والعدد 16 وقال له أنا أطلب من الآب فيعطيكم معزيا آخر ليمكث معكم إلى الأبد التعبير إلى الأبد موجود في النص الكتابي اللي في يحنى 14 لذلك كان وعد واضح من الرب لتلاميذه أن الروح القدس الذي سيأتي يسكن في التلاميذ إلى الأبد التساؤل الآن هو إذا كان المؤمن المخلص بعد أن سكن فيه الروح القدس ممكن أن يرتد للهلاك الأبدي طيب أن يذهب الروح القدس الذي سكن فيه إلى الأبد وعد كلام الرب مش ممكن يكون في مبالغة أو مزايد قال للتلاميذ أن الروح القدس الذي سأرسله سيسكن ويمكث فيكم إلى الأبد طيب إذا كان واحد من الذين خلصوا وسكن فيه الروح القدس هذا قول الرب إلى الأبد إذا كان هذا الشخص ممكن يرتد للهلاك الأبدي ماذا عن الروح القدس السكن فيه إلى الأبد ماذا سيحدث معه أين سيذهب إذن واضح أن هذا الاحتمال غير وارد في الحسبان أيضا فكرة ثالثة على أساس المنطق كلنا نتفق أن المؤمن الحقيقي ينال فور إيمانه الحياة الأبدية يعني لا ينال شيء بخص عطايا مادية من الزمان الحاضر هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له ماذا الحياة الأبدية يعني متفقين أعتقد ما في حاجة أن نضوع وقت على هذا الأمر إذا قلنا أنه ممكن أن يرتد المؤمن الحقيقي للهلاك الأبدي فإحنا في هذا السياق نقبل حدوث واحد من أمرين تبقوا معي الأول أن الحياة الأبدية اللي احنا قلنا واتفقنا أن المؤمن ينالها فور إيمانه أصبحت الآن محدودة الزمان ليه؟ لأنها انتهت بالنسبة لهذا الشخص الذي ارتد للهلاك واضح أن هذا مش منطق والأمر الثاني وكأنه أقبله وإذا قبلت أنه الفكر أنه المؤمن المخلص الذي نال الحياة الأبدية ممكن أن يرتد للهلاك الأبدي معنى أن الله أعطى شيء وغير رأيه من نحو العطية وهذا غير وارد في الحسبان لأنه عند الله كما قلنا ونكرر ليس عنده تغيير ولا ظل دوران سأذكر فكرة رابعة لكي أستغل الوقت المتبقي على أساس المنطق هؤلاء يا جماعة هل يجد إنسان راعي إنسان عادي راعي أمين لقطيعه للخراف يقبل أن يترك خروف من خرافه يضل عنه ولا يفتش عليه ألا يذهب راءه ويضحي لأجله طب وإحنا أليس لنا راعي صالح أمين يسوع المسيح له كل المجد الذي يرعانا ويحفظنا من شر هذا العالم ومن ضعفاتنا أيضا ألا نصدق أنه كالراعي الصالح يرعانا إلى أن نصل إلى يوم اللقاء المجيد معهم هل ممكن أن هذا الراعي الأمين يترك واحد من خرافه يضل ويروح إلى الهلاخ الأبدي أين أمانات هذا الراعي إن كنا لا نقبل هذا عن راعي إنسان عادي مع غنم عادي كيف نستطيع أن نقبل هذا الفكر مع ربنا يسوع المسيح رعينا الصالح الأمين طبعا في هذا السياق أول وارد في الحسبان أنه داخل القطيع الخرفان يوجد دخيل لا يطبع الراعي الصالح هذا طبعا ممكن أن يذهب بعيدا ويهلك نعم لأنه من أصله ليس من القطيع الحقيقي هذه رباعية من أسميها الأفكار على أساس المنطق البسيط تدعم الفكرة المركزية التي حاولت أن أقدمها أنه في المسيحية المؤمن الحقيقي المخلص المولود ثانية من الروح القدس لا يمكن على الإطلاق أن يرتد للهلاك الأبدي مع أنه ممكن أن تزل به القدم ويرتد بالمفهوم الثاني الذي ذكرته فيترك خدمته أو يترك شخص آخر كان أمينا معه أو يترك مسؤوليته أو يترك شهادته أو يترك طامة الروحية العالية وهكذا لكن ليس إركداد للعالم أعزائنا المشاهدين أكتفي بهذا الأمر الذي ذكرته في شقيه وأصلي أن نتابع معا هذا الموضوع الهام في أسبوع قادم أنت أن الرب في مجيئه وإلى ذلك الوقت استودعكم لله ولكلمة نعمته كونوا في سلام أمين ثم آمين ترجمة نانسي قنقر في كل الروح والأمي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر